مع تعنت حكومة نيتنياهو بدخول عملية برية في رفح والاستمرار بالعنف والقصف الإسرائيلي على القطاع تحديدا في المناطق الجنوبية التي قال الجيش الإسرائيلي سابقا إنها مناطق آمنة للنازحين أوصات عربية ودولية تحذر من خطر أشد يتمثل بالهجرة القصرية التي تؤكد تقارير أنها مرحلة في حال نفذتها إسرائيل ستؤدي إلى تعمق الصراع في الداخل الفلسطيني وتؤججه في المنطقة برمتها لقاءات مؤتمر ميونيخ التي جمعت أكثر من زعيم عربي وغربي وحدت المواقف تجاه التحذير من الهجرة القصرية وعلى الرغم من أن تصريحات جديدة لوزير الخارجي الأميركي أكد فيها أن إسرائيل أكثر أمانا الآن إلا أن سياسة القتل والتدمير مستمرة على يد الجيش الإسرائيلي ضاربة بعرض الحائط أي تحذيرات للمحيطين العربي والعالمي وهنا يظهر جليا ما يدور في أروقة مجلس الحرب الإسرائيلي حيث هدد الوزيران بني جانس وقادي أيزن كوت رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نيتنياهو بحل مجلس الحرب في حالي وصل اتخاذ القرارات وحده بدون الرجوع إليهما تحديا بما يتعلق بصفقة تبادل الأسرى وهي ليست المرة الأولى التي تتأزم فيه أوراق أعضاء مجلس الحرب إلا أن تلك الخلافات لم تمنع حتى الآن وقف النار في غزة في الجانب الآخر فإن شروط حماس للتفاوض والتي تتمسك بها بخروج القوات الإسرائيلية ورفع الحصار والإفراج عن أسرى من أصحاب أحكام كبيرة لن يتحقق بحسب خبراء سيما مع استمرار الذهاب إلى احتمالات التهجير القسري واستمرار القتل بحق المدنيين في قطاع غزة شكرا